هذا ورصدت كاميرا الإخبارية في منفذ سلوى الحضودي بين المملكة وقطر عبور المركبات للمنفذ بعد سرايان قرار رفع تعليق سفر المواطنين لخارج المملكة وذلك لعدد من الفيات وتوافد عدد كبير من المسافرين في صلاة السفر في مطار الملك خالد الدولي برياض وبالإضافة إلى المنافذ الأخرى بما فيها البرية في مختلف مناطق المملكة وذلك قبيل ساعات من بدء سرايان قرار رفع تعليق السفر للمواطنين خارج المملكة